مطير مقتضى منصور ممكن يعده مع بعض؟ انت مش مقتنع ها؟ ها؟ مش مقتنع؟ لا مش مقتنع طيب يعني فيه جزئيانة بقى باتفق فيها مع الأستاذ جمال العاصي اللي هي فكرة انت موجود في دولة ماشي؟ واللي اتنين مش فخناها شخصية وده رئيسنات زمالك وده رئيسنات الاهلي الحاجة الوحيدة ان هم يعني يكون من حقهم ان هم ما يعدوش مع بعض ان كل واحد بيدافع عن مصلحة خاصة بتاعته لكن انك انت رئيس مؤسسة بحجم النادي الزمالك او رئيس مؤسسة بحجم النادي الاهلي فانت في النهاية القرار برضو مش بتاعك بس يعني القرار مش لوحدك انت وبس لكن في النهاية انت بترجع للدولة واعتقد ان فترة من الفترات كان بيحصل خلافات ما بين الاهلي والزمالك ترجع للدولة وترجع لجمهورك؟ لا بترجع للدولة مش الجمهور لما الجمهور يتحكم فيه أي مسؤول في الدنيا ما ينفعش يكون مسؤول لما يكون المسؤول بيرجع للجمهور ويبقى خايف من الجمهور ما ينفعش يكون مسؤول العلاقة ما بين المسؤول والجمهور علاقة ما فيش نزاع ما بينهم وفي نفس الوقت أنت ما ينفعش النهاردة أن جمهور النادي الزمالك يبقى على خلاف مع مجلس إدارة النادي الزمالك نفس الامر ما ينفعش جمهور النادي الآهلي يبقى على خلاف مع مجلس إدارة النادي الآهلي لأن في النهاية مهمة الجمهور أنك أنت دافع دايما معنوي لسواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين نفس الامر بالنسبة لنادي الزمالك ما ينفعش أن يكون فيه وأنا عدت على فكرة مع جمهور الوايت نايتس في تونس بعد الأزمة طبعا الشهيرة والهجوم على رئيسنا الزمالي وأكدت لهم وقتها أن هم يعني بيخلوا شكلهم وحش لما بيطلعوا بيهجموا واتكلمت معاه لكن في نفس الوقت على طول خط برضو هم بيتكلموا في جزئية أن مش على طول إحنا متهمين لأن إحنا جايين من مصر إلى تونس علشان كنا نؤازل فريق لكن في نفس الوقت برضو كان الرد بتاعي أنت جاي تقاذر الفريق مش جاي تشتم في رئيس نادي الزمالي نفس الامر برضو وقتا ما كان بعض من جمهور النادي الأهلي كان ضد المجلس أدارة النادي الأهلي في البداية وكانوا رافضين يدخلوا طب أنت رافض ليه يعني هل المجلس الحالي كان أثر مع الفريق فترة من الفترات مسألة برضو يعني فكرة الصفقات وفكرة أنت لما بتيجي بتتكلم على الصفقات والمقارنة ما بين الأهلي والزمالي وجهة نظري أن الصفقة دي بتبقى عاملة زي البطيخة يعني إما بتيجي بتستفيد منها يعني إما ما بتستفيدش منها ولكن بتبقى راجع طبعا في النهاية لرؤية الجهاز الفني واختياراته لكن ما بيكونش تحميل مجلس الإدارة في كل خطأ بيتم بيخفق فيه الفريق الأول أو النهاردة مثلا لو نادي الزمالي خسر بطول الكاس مصر هل أنا أقدر النهاردة أحمل مجلس الإدارة المسئولية بعد ما ما قدر أنه ياخد الدوري في النهاية هو بيدخل بطولة ويا إما بيكسبها يا إما بيخسرها المطلوب منه أنه هو بيوصل للنهائي نفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي وهو في مرحلة يعني إعادة مرة تانية للعودة للبطولات هل لو خسر بطول الكاس مصر هيتم تحميل المسئولية كاملة لفتح مبروك أو لمجلس الإدارة ليه أنا بقولك فتح مبروك لأن بدأ فيه كلام داخل النادي الأهلي يقولك طب ما نستنى رغم التجديد ليه ما نستنى كاس مصر ونستنى لكون فترة حسلك بقى الملف ده